للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام بداية وبعد التحية إذن هي جهود كبيرة تفزولها مصر من أجل تثبيت الهدنة بل وتمديدها أيضا إلى أي مدى نجحت تلك الجهود في تزليل العقبات وأيضا إتمام الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرة والمحتجزين طبعا هو جهود المصرية الحقيقة جهود كبيرة وأنا أعلم على مدى الساعة وعلى مدى كل الأيام الماضية منذ بداية الهزمة ومصر بتقوم بجهود على جميع المستويات للحفاظ على الاشقاء الفلسطينيين وإلى أن توصلت مع بعض الشركات الأقلانيين زي قطر والدوليين زي أمريكا إلى هذه الهدنة يمكن كان فيه زي ما قال للتأرير والحقيقة التأرير اللي تعرض للتأرير وافي عن الموضوع أنه كان فيه تراجع ما هيحصل لكن ضغوط مصر والحقيقة أن نحيي الدولة المصرية ونحيي رئيس سيسي ونحيي عقل مصر المقابرات العامة المصرية لجهودها الجبارة في هذا الصدر وأعتقد أن هذا مقدمة للحفاظ على الجميع الفلسطينية والتمديد للهدنة وأعتقد أن الأمر سيستمر في الجهود المصرية لطمان استقرار الوضع خلال الفترة القادمة فالحقيقة الجهود كانت جبارة ولولا الضغوط المصرية التقديري ما كان ممكن يتواصل الضرب زي ما أعلن كيش الاحتلال الإسرائيلي لم تنتهي أو لم يتم التنفيذ خلال الفترة نعم دكتور أيمن مصر أيضا بقيادة الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتصعيد الإسرائيلي زي ما حضرتك ذكرت تحرقت بقوة إلى أي مدى سهم ذلك في تخفيف المعاناة وأيضا مساندة الأشقاء في فلسطين ووقف إطلاق النار شوفني هو حصل تحركين أساسيين لمصر خلال هذه الفترة تحرك الأول أبدأ لوقف العدوان والضغط لتمرير المساعدات ودخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين لأنه كان الأشقاء الفلسطينيين كانوا على حافة الجوع وطبعا مع مراعاة أننا دخلنا في أجواء الشتاء فكان كل المساعدات المتوقفة يعني بصراحة كان مهمة جدا أنها تدخل في هذا الوقت سواء الأدوية أو التدفئة أو البطاطين أو الأغذية فضلا عن استقبال مصر للجرحة وزويهم للعلاج في المستشفيات وفي حالات طبعا إحنا شوفنا حالات كثيرة تم علاجها أو تم إدخالها للمستشفيات المصرية فالجهود المصرية الحقيقة جهود يعني تحمد فتشكر في هذه الأونة خصوصا أن مصر ويأني وده أصبح يعني واضح للعيان أن مصر هي الدولة الوحيدة تقريبا التي عملت بجدية شديدة جدا للحفاظ على الدم الفلسطيني وإيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين نعم الدكتور أيمن أسيسي نائب رئيس تحرير الأهرام شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر